وينضم إلينا من برلين الدكتور عبد المسيح الشامي أستاذ العلاقات الدولية أهلا بك دكتور هل يعد قسف أوكرانيا لقرية روسية تطورا في معطيات الحرب؟ تحيطا لك بداية والأستاذ المشاهدين لا شك أن هذا تطور كبير في سياق العملية العسكرية في أوكرانيا وربما يشكل فعلا نقطة تحول وخطر في أن يتطور هذا الصراع إلى مواجهة أكبر من ذلك هذه الضربات إلى داخل الأراضي الروسية لا شك أنها سوف تتطلب رد من قبل الروس وأعتقد أن هذه الضربات أيضا لم تأتي بالصدفة ولا حتى بقرار أوكرانيا الجميع يعرف أن القرار العسكري والميداني في أوكرانيا من الجهة الأوكرانيين بشكل أو بآخر يتناغم ويتوافق وربما يدار ويتم الإقراره من قبل مجموعة الناتو ككل وبالتالي هذا تطور لا شك أنه يجب أن يقرأ على أنه تطور نوعي على أنه بشكل أو بآخر محاولة ربما من قبل أوكرانيا وأن يأتي لرفع مستوى المواجهة مع روسيا وهذا أمر لا أحد يعرف أين يمكن أن يصل في حال فعلا تم أراد أو ربما تطورت الأمور بشكل خطير على هذا الهجوم يعني باعتقادك أن هذا القصف أتى بالتعاون مع الدول الأوروبية أو هل ممكن قد يكون زيلانسكي يمارس بعض الضغوط على داعمه بمثل هذه الأفعال يعني كما نعرف على الأقل القرار في أوكرانيا لا يمكن أن يؤخذ وخصوصا في إطار عملية عسكرية تطال الداخل الروسية أو الأراضي الروسية في ظل ما نعرفه عن الخطوط الحمراء التي ترسمها روسيا ويرسمها الرئيس بوتين حول أي تعدي وأي ربما ضربات داخل الحدود الروسية هذا القرار لا يمكن أن يؤخذ أوكرانيا لوحده يعني بشكل صافي من قبل الرئيس الأوكراني هذا قرار كبير ويمكن أن يدخل العملية العسكرية كلها في مستوى آخر من المواجهة مع روسيا وبالتالي المنطق يقول وكما نعرف من معلومات بأن القرار هناك لا يؤخذ بشكل منفرد ولا يدير أسانور زيلنسكي المعركة المفردية طيب يعني الفاغنر يهددون الآن على لسان بيرغوجين بطبعا الانسحاب من بخموت نتيجة لنقص الإمدادات فكيف ترى ممكن أن يغير هذا التصريح من المعادلة يعني بشكل أو بآخر أعتقد أن قضية نقص المعدات والتسليح وحتى الزخيرة الذي ربما يسار في أكثر من مرة لا أعتقد أنه يعكس حقيقة ضعف حقيقي في الإمكانيات الروسية ربما يأتي في إطار التنافس داخل الساحة بين مجموعة فاغنر وبين الجيش الروسي بين القيادات ربما بشكل دقيق ليكون أيضا دقيق في هذا التوصيف ولكن بكل الأحوال المعركة بالنسبة للروس حتى الآن كما هو واضح وكما أيضا يصرح القادة الروس بأنها معركة وجود وبالتالي لا يمكن أن يخسروا هذه المعركة لحسابات ضيقة لها على علاقة بإمدادات السلاح نعم شكرا لك دكتور عبد المسيح الشامي أستاذ العلاقات الدولية كنت معنا من برلين